بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم؟ حلقة جديدة من The Profit Show طيب في هاي الحلقة بدي أكلمكم عن الكور فور أفرز أربعة أفرز أنا بأعتبر أنه أي بزنس معلوماتي خدماتي لازم تكون موجودين عنده علشان يحقق فيها فعلا استقرار رهيب وتطور رائع خليق نحكي شو عن هاي الأشياء بس أولا ليه هاني معلوماتي وخدماتي لأنه بصراحة هدول النوعين اللي أنا بحب أشتغل معاهم واللي فيهم أكتر مضاعفة وأكتر يعني Profit Margin ممكن تمام؟ إيش بقصد في معلوماتي وخدماتي يعني أنت عندك كورسات استشارات عندك تدريبات بتعمل coaching وconsulting وعندك events وعندك مثلا أنا يا هاني باهتم بعملائي ساعة 12 في بداعود مع عميل هاي الأمور هاي المعلوماتي والخدماتي أنه أنا عندي خدمة يعني مثلا أنا بقدم خدمة مثلا أعمل فانل للعملاء أنا بقدم خدمة تسويق أنا بقدم خدمة copywriting أنا مثلا بقول للعميل اشترم عندي إصدافة وانا هعمل لك خدمة الموقع وعمل لك كذا وحط لك أداة وحط لك كذا وحط لك كذا اشترم عندي أداة كذا وانا هعمل لك كذا وعمل لك كذا وعمل لك كذا الخدماتي والمعلوماتي هدول النوعين اللي فعلا فيهم أكتر فلوس وفيهم أكتر إبداع وأحلى إشي في الموضوع أنه أغلب الناس ما بيحبوش يعملوهم يعني هذا الإشي الرائع ليه ما بيحبوش يعملوهم لأنه عملهم بيتطلب إنك تطلع إنك تعمل معلومات إنك تبدع إنك مثلا تألف أيوة تألف تألف مثلا أنا بدي أخترع يا جماعة مثلا استراتيجية جديدة علشان كذا أنا يا جماعة بدي أعمل اختراع إنه مثلا أبني سيستم جديد علشان يفيد عملائي أيوة شايفين هاي صفات رواد أعمال فعشانيك أنا بيحب هدول النوعين لأن هدول النوعين فعلا داخلين بأولا العطاء في الدنيا العطاء أيوة لازم تعطي في هدول النوعين لازم تعطي لازم تعطي أنا بحب هيك أنا بحب البزنس اللي بيكون فيه عطاء تمام في البداية اعطي بعدين خد فبحبه وثانيا علشان فيهم زي مقلت لكم الأرباح الأكتر والتفاعد الأكتر مع الناس ورؤية نتائج أشخاص آخرين بعينك هاي الأشياء بتعمل رضا بالنفس هيك وبتخلي دنيتك أحلى فكل أنواع وكل الاحتمالات بكل القوانين هدول الاثنين حلوين تمام؟ عشانيك أنا بحبهم مثلا زي الإي كوميرس لا أنا شايف أنه ما فيهوش عطاء ما فيهوش إبداع فعليا فيهوش إبداع عن جد مش مزح والله ولا بتبدع بالكونتنت ولا بتطلع ولا بتعمل ولا مضطر تعمل مثلا أشياء فيها أفكار وجديدة وإبداعات أبدا ما فيهوش هالكلام يعني إي كوميرس فعشانيك أنا ما بحبش أشتغل فيه تمام؟ طيب هدول النوعين يا هاني فيهم أربع أفرز لو أنت حاولت تهندس بزنسك وتبنيهم مع الوقت طبعا مش هتبنيهم من أول يوم تمام؟ بحيث أنه هدول الأربع يكونوا موجودين هتلاقي استقرار رهيب وحتلاقي فعلا قابلية للتطور والسكيلينج بشكل مرعب تعالوا نتكلم عنهم أول نوع من الأفر هذا الأفر أنا بسميه أفر الانتمسي تمام؟ وطبعا مش أنا اللي سميته أنا قرأت عن هذا الأفر في كتاب سابقا تمام؟ انتمسي أفر إيش يعني انتمسي؟ انتمسي من الألفة وأنه فيه تفاعل وفيه كوميونيتي وفيه تمام؟ هذا هو الأفر الأول لازم في البزنسز المعلوماتية والخدماتية يكون فيه عندك أفر يكون فعلا فيه تفاعل مباشر مع الناس تمام؟ حتى أنا بفضل أنه يكون هذا أول أفر تعمله أغلب الناس خصوصا البزنس المعلوماتي لما يعمل أفر معلوماتي بيقولك بدي أعمل كورس وينباعه أنا نايم حلو أوكي على رأسه حييجي هلأ دوره في الأفرات قادمة لكن الأفضل أنك تبدأ كترتيب بلا أفر انتمسي أفر يكون فيه ألفة يكون فيه لايب يكون فيه كذا أولا هذا بينباع أحسن ثانيا هذا بيخليك تتعلم أكتر عن العملاء بيخليك تفهمهم أكتر وتعرف مشاكلهم أكتر لأنه فيه تفاعل مباشر صح؟ زي إيش يعني يعطينا أمثلة زي مثلا تعمل تدريب مثلا بوت كام بمدته مثلا ثلاث شهور بلاش مدته مثلا شهر وكل أسبوع تطلع لايف مرتين في هذا الشهر فتطلع معهم ثمان لايفات شايف؟ فيه يعني كل أسبوع بيعدوا معاك مرتين كل مرة ثلاث ساعات بتحكم مع بعض بتحكم كذا وفيه دعم فني وبتحكمش حارف إيش مركزين على مشروع أو فكرة معين بتعملوها وبتعملوا مع بعض انتمسي شايفين؟ فيه ألفة وكذا ومبارحة عدنا مع هاني ثلاث ساعات وأول مبارحة عدنا مع هاني ثلاث ساعات وفيه بتحسوا هيك فيها كوميونيتي مدفوعة صح؟ فهذا أول نوع هذا النوع رهيب جدا لأنه بيجيبوا فلوس بسرعة وصعب جدا أنه يكون الناس اللي جوه مش موسوطين صعب لأنه بيدخل كتير أشياء مش مجرد فيديو شوفوا يلو سلاموا عليكم لا كتير أشياء كلامك مع الناس ردودك عليهم ظهورك فعلا في الوقت المناسب بالوقت الصحي يعني في اللايف يسألك وترد عليهم لما فممكن من أول لايف يحسوا الناس بالرضا له أنا مبسوط إنه موجود هنا أنا مبسوط إنه اشتركت صح؟ فهذا رهيب وطبعا زي ما قلنا بينباع أسرع لأنه طالما فيه زي ما قلنا كوميونيتي وتفاعل وكذا فحيكون على الأغلب لايف أو شكل من أشكال اللايف لأنه إليه أكتر من شكل اللايف وهذا طبعا بيخلي الناس أيوة بدهم إياه أكتر صح؟ أنت وأنا وكلنا مين أحسن تأخذ كورس مع واحد بتتابعه لايف ولا مسجل؟ طبعا لايف صح؟ اللايف يعني يعني مغرية أكتر لإلنا إحنا كناس بدنا نشتري مغرية أكتر اللايف صح؟ فهذا أول نوع هذا النوع اللي حلو فيه إنه فلوسه اللي بتيجي هي فعلا بتتنضخل البيزنس يعني لو أخدتها ورجعتها للبيزنس فهي حتكون ممتازة طبعا؟ هذا النوع فيه كتير شركات شغالة بس عليه بتخيلين بس على هذا فقط يعني بس يعني بس بيعملوا أوفر كل مثلا شهرين ثلاث لايف كذا وطبعا هذا اللايب ممكن يكون على زوم وممكن يكون لايف أوفلاين يعني عادة نفس المبدأ نفس الفكرة صح؟ وبس شغال هيك بس شغالين هيك بس بتخيلين؟ فتخيل لو يكون هو جزء من الأوفرز اللي عندك إنه أنا خلص أنا عندي إشي بعمله كل سنة بعمله ثلاث مرات مثلا أربع مرات صح؟ طبعا يعني انت عملت هيك تذكر معاي اللي منكم تابعني من زمان بتذكرين إشي اسمه أفليت بوت كامب صح؟ كنت أعمله ثلاث مرات بالسنة هو هذا بالضبط الانتميسي أفر ففكرته إنه الناس تحبني أكتر تتعرف علي أكتر تفوت معاي أكتر جوه فبيصير هلأ في يعني اللي هو أنا هاني مشوها بس بس هابع لا أنا حكيت معاه وحكي معاي وسوينا يعني الوضع مختلف اللي منكم جربها فاهمين إدو شو أصدي صح؟ فهذا أول نوع النوع الثاني من الأوفرز من الكور فور هو الـ ها هذا رهيب ايش أنا عودس أفر؟ مشكلة النوع الأول إنه الأودس تبعه قليل يعني مثلا أنا بدي أعمل بس على الانتميسي أفرز إذن أنا عندي مشكلة إنه أنا كل عملائي كلهم على بعضهم مثلا 40 50 60 واحد بس أنا أعملت 3 مرات كل مرة 20 بس فطول السنة أنا شغال مع 60 على 60 عميل بس وإحنا عارفين إنه الدم تبع البزنس هو العميل بدنا عملاء بدنا ناس عملاء يفتونا عملاء بدنا ناس عملاء وعملاء محتملين عملاء دفعوا وعملاء لسه ما دفعوش بس هم محتملين جدا يدفعوا هنا بيجي الأودينس أفرز الأودينس أفرز هي عبارة عن إيش عبارة عن اللو تيكت أفرز يعني الأفرات الرخيصة كتير عشان تجيب لك ناس كتير عملاء دفعوا زائد الأفرز المجانية بس طبعا خطيرة أعطيكم أمثلة مثلا أنا عملت قبل هيك أكتر من مرة اللي منكم شايفني من زمان أشياء رخيصة مثلا تحدي الأفليت 15 يوم 9 دولار مثلا ورشة الأفليت ماركتينج كانت عبارة عن 3 أيام كانت ب7 دولار كورس سي أم أم مغلاطيس العملاء كان ب12 دولار كورس إيش تحدي إعلانات 10 أيام كان ب9 دولار وعندي كمان 2-3 هيكة نور خاص هذا أورديانس أفر إيش هدفه بالنسبة إلي بدي أدخل مثلا ألف ألفين واحد دفعوا لي فلوس حتى لو فلوس قليلة بس هدوله عملاء أنا بدي إياهم هلأ الإش الحلو اللي بيدخلوا هون لأنه في عندي أنا فنل وفي عندي فولو أب صح؟ بيطلعوا معاي على الانتمسي أفر والأفرات التانية طبعا شايفين؟ إذن هذا الأوديانس أفر مش بس بدخلي عملاء لا هو كمان بيوزع لي على الأفرات التانية لما يدخلوا من خلاله بيروح على الأفرات التانية فهذا نوع رهيب لازم يكون موجود في البزنس لو مش موجود إذن أنت فعلا عدد عملاءك قليل فبدك كل شهر تعمل أشياءات جديدة علشان تجيب عملاء لكن بوجود الأوديانس أفر لا أنا ممكن أعمل عدة low ticket أفر مع أفرز مجانية هلأ أعطيكم أمثلة ادخلي مثلا في السنة عشر آلاف عميل دفعوا لي أليل أنا فاهم عليك ادفع لي أليل على راسي أنا فاهم عليك لكنه موجود عندي هلأ العشر تلاف عميل هدول هتلاقي منهم مثلا ألف واحد عشرة بالمية أخذوا الأشياءات التانية صح هاي هي الفكرة وفي تسعين بالمية هيأخذوا الأشياءات التانية بس بعدين مع الوقت مع الأفرز مع مثلا بلاك فرايدي مع مثلا يا سماعة عندي عرض زي مثلا شهر اثنين أنا عامل عرض عيد ميلادي يا جماعة يلا فا هتلاقي ناس دخلوا يا جماعة هذولا أصلا دفعت عليهم موجودين عملاء عندي مستفيدين لأنه لو مش مستفيد بيطلع بس هو موجود في قائمة البردية موجود عندي بالداتا بيس لما بعث له إيميل بيفتحه لما لما أحط مثلا إشي على اليوتيوب بتلاقي راح شافه لو ما شافش على اليوتيوب بيشوفه على السوشيال ميديا لو ما شفوش على السوشيال ميديا بيشوفه عندي على التليجرام لو ما شفوش على التليجرام بيشوفه في البودكاست لو صح فموجودين فلو ما اشترى هلا بيشتري بعدين المهم هذا النوع من الأفر لازم يكون موجود لأنه هو اللي بيجيب لي العملاء العملاء بأعداد كبيرة أنا بدي عملاء بعداد كبيرة صح وزي ما قلت لكم النوع الثاني هو المجاني برضو هذا مهم كتير مجاني بس يكون خطير يعني مش bdf لا يكون مثلا أعطيني بياناتك ودخل شوف ورشة live ثلاثة أيام مجانا هذا عميل خطير إذا فعلا أعطاني بياناته ودخل على الورشة أول يوم وثاني يوم وثالثة وأضعي من رهيب محتمل ما دفع ليش بس رهيب إذن لو بالسنة أنا جبت مثلا 30 ألف ولا 20 ألف واحد من هدول المجاني مليون بالمية لأنه دخل على إشي خطير زي ورشة عمل ثلاثة أيام زي مثلا لايفات زي مثلا تحدي زي مثلا ويبنار ماستر كلاس طويل كورس مجاني مثلا سبع فيديوهات فهمين علي أشياء يعني بتدل إنه هو مهتم مش مش بيدي أف صغير بنزله بحطه على جهازه وخلاص تمام انتفقنا فهدولة برضو من العشرين تلاتين ألف واحد اللي دخلوه لطول السنة حيجي منهم نسبة يشتركوا في الأشياءات تبعتي الأفرات الباقي والانتمسي أفر والأوديس أفر والأشياء الباقي هنا هون اللعب هنا هون الفكرة تمام إذن الآن في عندي أفر هذا بجيب فيه فلوس بسرعة كل كل مثلا ثلاث شهور بعمل مرة كل أربعة شهور بعمل مرة تمام فبيجيب لي فلوس بيجيب لي مثلا عشرين مشترك كل واحد دفع لي مثلا ميتين دولار أي أربعة كويسين حلوين ماشي أهل وسهل وفي عندي أفر مثلا أوديانس أفر هذا يوميا بدخل لي عملاء طول السنة يوميا بدخل لي عملاء لأنه هذا مناسب جدا تعمل معه إيلانات الفلوس اللي بتطلعها من الانتيميسي أفر بتحطها في الأوديانس أفر فطول السنة بيظلوا يجيب لك عملاء والإشي الحلو في الأوديانس أفر إنه زي ما قلنا فيه منه مجاني ومنه مدفوع المدفوع اللي منه وهو يدخل لك فلوس في الناس تدفع لك فأصل الفلوس اللي بتدخل لك برضو بتحطها في البزنس فبتدخل كمان عملاء في الأوديانس أفر إذن هذا النوع الثاني بصراحة هو الأروع مش الأهم الأروع لأنه دائما بيدخل لك عملاء كل يوم بيدخل لك عملاء هلأ هولا بنبدأ اللعب النوع الثالث هو الأفرز اللي أنا بسميه الباك اند أفرز الأفرز اللي أصلا البزنس ستبعنا ببيحة متخيلين؟ يعني كل اللي فاته عادي مش هو البزنس ستبعنا البزنس ستبعنا الثالث اللي هو يعني في هاني حسين دوتكم monetize school والdone for you system والكوتشينج والماستر مايند هدول الباك اند تبعيني هدول هدول هم اللي بزنس ستبع يعني هدول هم اللي ببيعهم هاني حسين دوتكم اللي فاته ده كله لا هده كله استراتيجية فالباك اند أفرز هي الأفرات اللي أصلا انت بتبيعها يعني انت لو بزنس خدماتي ها هي خدمتك اللي فات كله هده لا مش هو هده بس استراتيجيات عشان يخلي البزنس ستبعك مستقر شايفين الاستقرار؟ فيه اشي بيجيبلي فلوس سريعة طب هاده الاشي كيف الناس بيعرفوا عنه؟ بسبب الاشي التاني اللي هو الaudience offer وهدول الاثنين بيودوا الناس على الباك اند أفر يعني الباك اند أفر مش شرط انك تبيعه لحاله بكمبين لحاله طبعا ممكن تعمل له فانل وكمبين على راسي لكن لا انت لو عامل الaudience offer صح هو هدول اللي حيبيعو لك الباك اند مش ضرورة تعمل اي شي جديد خلص اندفعت عليهم مرة وخلص والسلام عليكم فالباك اند أفر مهمين كتير زي ما نتلكم بالنسبة لي انا monetize school هده back end offer هلا بقولكم ليش لو ما نحكي عن ال offer الرابع برضو تمام المونتize school وعندي خدمة ال done for you اللي هي الناس اللي اصلا بيبيعو وعندهم تمام ومبيعات وعندهم عملاء بس بدهم يتطوروا اكتر انا يا هاني مش ثابت ارباحي شهر اه شهر لأ شهر اه شهر لأ مش عارف ازيد عن 2000 3000 5000 دولار بدي اطلع 50 الف ده طلع 10 000 20 000 هدولا مناسب اللي هم هذا برنامج وفيه برنامج الكوتشنج اللي هو برضو فيه جواته done for you طبعا وفيه الماستر مايند اللي هي اعلى اشي عندي هاي بتكون على الاقل مدة هسنة على الاقل تمام فهدولا هم هدولا هم الفلوس يعني قصدي يعني لو جينا فكرنا في الموضوع منطقيا اللي فات هذا كله علشان نحط فلوس في البزنس والباك اند هو الفلوس طبعا حقيقة لا اللي فات برضو بجيبنا فلوس يعني برضو الفر الاول والتاني بجيبوا فلوس حلوين بصراحة وبقولكم ممكن انضلنا عليهم وحنا اسمنا بزنس بحقق 6-6 figures 6 خنات بتخيلين ما بالك هلا انه في باك اند كمان طيب الرابع اسمه الاكسبينس اوفر اللي هو الاوفر اللي في دفع شهري او سنوي ليه سميته اكسبينس اوفر لانه انا كهاني عامله عشان يشلي مصريفي بس اللي هو هاي اي فلوس بتيجي هون بشيل فيها مصاريف المكتب الرواتب العيشة العلانات كذا 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 بحيث الباقي كله ارباح صافية باقي الوفرات هذا هو المبدأ تبعها تمام اه هنا انت عندك اكسبينس اوفرات زي ايش يعني شوفوا زي مثلا مونتايز سكول لكن انا باخدها سنوي مش شهري تمام يعني انا عدلت عليها شوي لعبت عليها شوي عشان تناسبني وبرضو سنوي عشان يكون مبلغ اكبر فبصراحة الاكسبينس اوفر مش بس مش اللي مصاريف لا بعطيني مبلغ محترم كمان تمام هدول هم الاربعة يا جماعة هدول هم الاربعة طيب ليه هاني مونتايز سكول ليه لان مونتايز سكول اولا بتعمل لي الانتمسي اللي قلت عنها في الاول بتعمل لي اياه صح ناس بيفوتوا معي عالتشات بنحكي مع بعض فعليا بتحس انه صرنا صحاب يعني فعليا اللايبات اللي نعملها حافظ اسميه يعني انا عارف يعني فلان الفلان ايوه انا عارفك الا انه اله معاي سنة يعني انا عارفه ايوه كل مرة بيدي وبيسألني عالتشات فانا عارفه وعارف شو بيشتغل وعارف مشاكله وعارف كذا وممكن يكون حاكيلي عن حياته الشخصية كمان يعني حاكيلي عن بيت وعن كذا عشان ايش اعرف يعني عاطئيه طريق اكتر ومساعدة احسن وفي ناس بيقولولي شيك بس في ناس كتير بيقوله فانا عارفه بتخليص اصحاب احنا فعليا يعني وهم عارفين عني اشياء كتير لانه في باللايفات والكذا اه اه انا بحكي امور يعني بحكيهاش بالعادي يعني طبع اشياء فيه خاصة بينما لقلهم مفيدة فبحكي لهم اياها بحكي لهم كيف بعملها فبتحس همي كمان بدأوا يعرفوني وكذا فعشان ايك انا حبيت اعمل متاسكول لانه انا بدي اشي مدفوع عشان اضمن اللجوه حلوين بعقليتهم اصد يعني حلوين عقليتهم تمام مش هيجننوني مع انه في ناس بجننوني لسه بس يعني اقل بكتير ف وبنفس الوقت اخد فلوس عشان يكون معكم صريح وبنفس الوقت فيه انتمسي اللي جوه كلهم حلوين كلهم راهبين وكلهم تمام معاي مونتايزة سكول نسبة تجديدها هو لسه ان شاء الله المفروض اخر شهر واحد يناير اللي احنا فيه الان بيكون اول سنة عدت عموتايزة سكول لكن حسب اللي انا شايفه الارقام وكلام الناس يعني انه ممكن تكون نسبة التجديد مثلا توصل لـ 80% بتخيلين انتو 80% من الناس اللي جوه السكول يجددوا هذا معناته انه لقوا جوه اشي فيه انتمسي زي ما حكينا صار فيه صحبة فيه ألفة بيننا فهذا اشي كويس كتير وطبعا فيه فائدة اكيد لو ايلا مش هيكمله فعشان هيك مونتايزة سكول اولا انا هيك بعمل الوفر الاول وبعمل الوفر التائر الرابع لانه كل شهر كل سنة بزيد مش كل سنة بدأ ادور عناس جديدة لا هم نفسهم بيجددوا وطول السنة بجيب ناس جديدة كمان والناس الجديدة بتجدد وإلخ إلخ إلخ هاي هي الفكرة الحلوة يعني في الموضوع بس انا بدل بدل معاملها شهري زي نتفليكس بعملها سنوي تمام وطبعا الباك اند باك اند لانه الباك اند اولا هي الشغل تبع اللي فيه فلوس كتير لانه على الاقل يعني ثلاثة خمسة ستة عشر تلاف دولار هاي الباك اند انا بحكي عنها الكوتشنج والدن فور يو هادو كله هيك على الاقل يعني تمام هاي ففيها فلوس كتير تانيا فيها دن فور يو يعني هذا هو الباك اند هو المكان اللي احنا فيه نضمن النتيجة لانه احنا هنعمله كله فحتى بيكون معها ضمان اللي هو لو كذا تاخد فلوسك لو ما حققتش كذا هتاخد فلوسك لانه احنا نعملها فهذا المكان ما بقدر اعمله في اي افرز تاني لكن هون بقدر اعمله وانا بدي اعمله ايه بدي اعمله علشان هاي الاشياء بتساعدني ابيع الافرز التاني برضه وبتساعدني اجيب ناس تانين صح فلما اعمل لك اشتغل معاك ست شهور واعمل لك انا الكامبين واجب لك نتيجة مرتبة انا هقول للتانين شو عملت معك صح طبعا مش هقولهم اسمك وشغلك لا بس هقولهم انه انا عملت مع شركة عملنا كذا وسوينا كذا وشوفوا هاي النتائج وهاي كذا فهذا حيجب لي عملاء اكتر وحيجب لي حسن سيرة احسن برضو صاح مع الناس اللي ما بيعرفوني فهذا الان بدي طيب انا حكيت كتير معلش هدول هم الاربع افرز اذا لو حطناهم هنلاقي استقرار رهيب لو حدا فيه منكم يفكر ليش يعني كيف يعني استقرار ففك شوف معاي اولا انا في عندي كامبينز اعلانية شغالي هذا استقرار ليه يعني استقرار لانه في كتير بيزنس ازي جماعة معاهم فلوس بس مش عارفين يعملوا علاة لايش بتخيلين معا ايوه والله العظيم او بمعنى اخر بيعملوا علاة الاستراتيجية مش جايب معهم تمام فمش قادرين يزودوا الفلوس مش قادرين يزودوها يعني مش قادرين يدفعوا اكتر لانه لو دفعوا اكتر حيخسر الكنبين طيب نعمل ايش تاني ممش عارفين شو هو لانه نوع بيزنس هم هيك وهم ممش عاملين الاوفر زاي فهلأ في استقرار انه انا وقت ما بدي بشغل اعلانات وقت ما بدي بزود اعلانات الف الفين ثلاث عشرة ليه اوديانس اوفر هذا استقرار ثانيا في عندي استقرار انه دايما بفوتني ناس عملاء مجانا ومدفوعين هذا استقرار صح ثالثا في عندي باك اند اوفر بيضمن لي انه مهما دفعت بالاعلانات حيرجع لي اكتر مهما دفعت لانه باك اند اوفر غالي فانا لو جبت واحد بمئة دولار تمام فممكن يدفع لي ستة لاف يعني اللي هو مستحيل يخسرني يعني يعني مهما دفعت بالاعلانات انا مستحيل اخسر مع الوقت ليه لانه ممكن هذا الشخص يشتري اوديانس اوفر فيرجع لي فلوسي ممكن هذا الشخص يشتري اوديانس اوفر فيرجع لي الفلوسي ممكن يشتري ويشترك متى سكول يرجع لي الفلوسي ممكن يشترك في اي خدمة باك اند يرجع لي الفلوسي ممكن ما يعجبوش هالأشياء كلها يشتري خدمة موجودة هيك عندي في الموقع يرجع لي الفلوسي فمليون بالمية هترجع لي فلوسي اكتر فانا هيك في استقرار بسبب وجود اربع انواع من الوفرز اني ادفع فلوسي كتير وانا انا متطمن تمام وبس اتمنى يا رب انه كانت زي مفيد سلام عليكم